1 كيلو جرام أجنحة دجاج ملعقة صغيرة ملح نصف ملعقة صغيرة كركم نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود ملعقة كبيرة زيت تضع على نار متوسطة وتقلى حتى تحمر من كل الجهات ثم ترفع على النار تضع على نار متوسطة ملعقة كبيرة زيت زيتون ملعقة كبيرة زبدة ملعقة ونصف كبيرة زنجبيل مفروم ملعقة كبيرة ثم مفروم يقلب كليلا ملعقة ونصف كبيرة رب البندورة ثلاث ملعقة كبيرة صوياصوس ثلاثة أربع كوب ماء تترك حتى تغلي حوالي ثلاث دقائق ثلث كوب بصل أخضر مفروم تضع على نار المتوسطة بعد أن تغلي تخفف النار وتترك حوالي 15 دقيقة ثم ترفع عن النار وتغطى حتى تبقى ساخنة 600 جرام بطاطا مكشرة ومقطعة قطع كبيرة تغمر بالماء استخدق الله تضع على نار المتوسطة تضع على نار المتوسطة و بعد أن تغلي تخفف النار ستترك حوالي 20 دقيقة ثم ترفع عن النار وتصفى تترك حوالي 22 دقيقة ثم ترفع عن النار وتصفى ملعقة ونصف صغيرة ملح ملعقة صغيرة بودرة الثوم نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود ثلاث ملعقة كبيرة زبدة ثلاث ملعقة كبيرة بكدونس مفروم تقدم أجنحة الدجاج إلى جانب البطاطا المهروسة